نعم الجمهورية الجديدة في مصر تعلن أن الحوار هو لغة المستقبل الحوار والحوار الوطني الذي بدأ منذ يوم الأربع واليوم أيضا الجلسات تتوالى وهذا الحوار أهميته هو حوارنا حوار للأسرة المصرية حوار للمجتمع حوار يشمل كل أوجه الموضوعات التي نحن بحاجة إليها لو كنا نتكلم عن المجتمع مثلا زي ما تكلمت مع زملائي تخيل مثلا أن أنت عندك ست موضوعات أو ست محاور أو أكثر وكلها موضوعات تهم الأسرة المصرية وتهم بالتالي المجتمع لأن الأسرة المصرية ما هي إلا مجموعة أسر تكون الوطن وتكون المجتمع بشكل عام من أهمها قضايا الأسرة كلما كانت الأسرة المصرية بخير داخل جدران الأسرة وجدران البيت كلما قلت المشاكل خارج في المحاكم تحولت الآن مشاكل الأسرة المصرية عدد كبير منها موجود داخل أروقة المحاكم وطبعا ده بيشكل مشاكل كتيرة جدا لأن في الأسرة المصرية في أطفال في سيدات في رجال في عائلات كثيرة بتدخل داخل هذا الموضوع كلما كان الود والتراحم والونس والاستحمال والعيشة الحلوة والحياة الجميلة داخل بيت الأسرة كلما قلت هذه المشاكل وبالتالي مش هتروح محكمة الأسرة ولا هتروح لساحة القضاء وتلاقي الأسرة والأسر كلها موجودة بهذه المشاكل عندك كمان قضايا زي التعليم مهم جدا أنت الآن التعليم يتغير والعالم يتغير فلابد أن تنزل إليه بشكل مختلف الصحة كمان الدولة المصرية بزلت مجهود كبير جدا يعني على مدار السنوات الماضية في تحسين شكل التعامل مع المستشفيات والصحة المصرية والاهتمام بصحة المواطن المصري وأعتقد كلنا نمسين هذا الموضوع الهوية ومشاكل الشباب وقضايا كتير مختلفة وأهمها القضايا كمان الاقتصادية هذا بخلاف القضايا السياسية أو الحوار السياسي أو أننا يكون لنا صوت أو أننا كمان نكون بنتناقش من أجل مجتمع أفضل من أجل وطن أحسن من أجل أننا يكون عندنا بجد جمهورية جديدة يكون الحوار هو لغة المستقبل والحوار هنا لا يعني فقط أننا أتكلم أو الرأيي ويجي الرأي الآخر المعارض أو المخالف ليا لا أسمعه أو لا أستمع عليه المهم أن الدائرة تكون متكملة كلنا نسمع بعض ونخرج من هذا الحوار ضد أو مع كلنا في دائرة واحدة نطلع بنتيجة نتمنى أن الحوار الوطني كل جلساته تكون مثمرة وتكون فعلا مفيدة وتضع عنوان كبير هو أن الحوار هو عنوان الجمهورية الجديدة